السلام عليكم البنات لبس عليكم كنتمنى تكونوا بألف خير وصحة وعافية إن شاء الله بإذن الله المهم البنات مرحبا بكم عندي في القناة مرة أخرى مرحبا بالزوار الجداد واللي ما كرهتش كنتمنى منكم أنكم شوتشتاكوا عندي في القناة ودعموني تخليوا ليعلي لايك ديالكم إلا عجبكم المحتوى أكيد وهذا فضلا وليس أمرا اليوم إن شاء الله فيديو جديد قدي نبرتجي معكم بالنسبة للناس لديهم معقودة ولكن لا تجعلوها مقلية يعني صحية وقد تجيب نينة وقد تجيناج فم الزيت ورائعة والوليدات يحمقوا عليها إذن نبقوا معي بكتشفوا الطريقة وين بنات بالنسبة لطريقة تتحضير هذه المعقودة كتأخذوا الكيمياء اللي تناسبكم البطاطا لحسب عدد أفراد العائلة كنسلقوها هكا بالقشرة ديالها في المال يقدروا في شوية ديال الملح سوف نحكوها في الحكاكة الغليظة ديالما تشبت الشكل هذا سوف نحكوها كاملة وسوف نعود معكم لكي نكمل المكونات الأخرى من بعد ما حكيتها كما تشوفوا سوف نضيف لها دبا جوج بيضات وإذا كنتم كيمية قل من هذه الكيمية سوف نضيف بيضة أنا تقريبا كيلو تقريبا يعني وقع خاصة الحب عندي هنا القزبر يابس سوف نضيف لبزار تحميرا الكامون المقادر البنات عيني ميزاني صراحة دائما عيني ميزاني راكم عارفيني نسلم تابعيني في القناة نضيف التومة بودرة التي تقدرون تعوضها بصوص حسل ثلاثة ديالتومة عادية أنا كنعقص سراحة ألقى هذه موجودة كندير هذه تقدرون تعوضها على حسب أن تومة ما شحل كتبغي التومة وشكتبغوها بينا ولا ما بيناش سوف نضيف القزبر المعدنوس سوف نخلط نترديالي بنسبة لتومة البنات بحال دا بحنا في شهر رمضان الكريم يعني بإمكانكم تديروا غير تومة بودرة لا تجيش مجهدة لا تجيش بينها والناس التي تبغي التومة يعني سوف تقول للناس التي تبغيها صحية يعني يكتروا هذا يضيفوا غرص راس واحد ديالتومة في الأيام العادية يعني يعني يعطيوا التومة البطاطا يعني المعقودة كتبغي التومة صراحة سوف نعجنها هكذا بنسبة لبنات تراني نسيت الملح نسيت الملح وكتبقى الملح حسب الضوق تنقل الملح لا تنقل الملح مثلا كترهاش ومن بعد ما أجنتها واحد شوية يعني كيفما ترون نسجمة العناصر سوف نضيف زيت الزيتون التي تقدروا تضيفه أكثر من هذه الكيمية نظر صغير هذه الكيمية تقدروا تضيفه أكثر إذا يجبوا ميت دمام الداخل بالنسبة لبطاطا ديالي خليتها بـ 1-10 دقائق أنا أزربا نراكم معرفين يجب أن نجد هذا الفطر سوف ننقل على تشكل كيف نستعم بشوية زيت الزيت الزيت نضيف بعيد لكي لا تتلصق لأنها تتلصق لك في اليدين يمكن أن تجعلها تشرب كثير من هذا سوف نضيف الفرن سوف ندخل هذا الطيب لا تأخذ الصغير صغير هذا الطيب مهم في اللاطة نضيفها بالبابي كويسون بوراق الطهي سوف نضيف لكي لا تتلصق اللاطة ترفص هذا المعقود يمكن أن تضيف من الأفضل أن تضيف هذا الطيب سوف نكمل كاملا نضيف اللاطة ونرجع لكي نضيف ثاني في آخر مرحلة قبل أن نضيف الفرن العافية تقوم توسطة وكل يحضر فرن فرن و سوف نضيف غير 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 من بعد ما كملت أخذت بيضة بيضة اضيفت بعض الحليب وبدأت نضيف الكوائرات المعقودة تنضيف الحليب مع بيضة تنسموهم حليب وبيضة بالملح سوف نضيف الفرن حسنا سوف نضيف الحليب ونضيف الحليب ونضيف القياس كافي بالنسبة الحارة البنات لا تريد الحارة لا تريد الحارة سوف نضيف الحارة سوف نضيف السودانية الحارة أو هريثة لكم الختيار سوف نضيف من الداخل سوف نضيف من الداخل سوف نضيف المعقودة لأنها تكون مقلية شربة زيت مهمة المعقودة نتمنى تعتمد هذه الجزوينة وصحية ونتمنى تبقى حرية اختيار وصلنا نهاية الفيديو ما تخينش بكم كيف العادة دمتم في رعاية الله والسلام عليكم